يريد إسقاط النظام تحيل إلى الحقيقة ليست مليارات بل المئات منها نهبت وسرقت وذهبت إلى جيوب الفاسدين منذ أن دخل دعاة الديمقراطية كما يسمون أنفسهم للعراق منظمة الشفافية الدولية كررت في تقاريرها أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة واحدا من أكثر دول العالم فسادا لذا تصدر قوائم الأموال الضائعة وتذيل تصنيفات الدول في النزاهة الفساد المالي والإداري عدته منظمة النزاهة الأمريكية كواحد من أكبر العقبات التي يواجهها العراق فتشير إلى أن سوء استغلال السلطة يمثل حلقة وصل كبيرة بين حيتان الفساد فيما تعجز الحكومة عن تطبيق قوانينها لمواجهة الفساد بصورة فعالة ويمارس المسؤولون تلك العمليات بدون أن يتعرضوا للمحاسبة أرقام فلكية تجمع صفقات الفساد تجاوزت مئات المليارات وشملت جميع مؤسسات الدولة بدءا بالمشاريع الوهمية أو المتوقفة أو صفقات السلاح والأجهزة العسكرية والطائرات التي يكشف بها فرق السعر الحقيقي عن السعر الذي تدفعه الدولة وليس انتهاءا برواتب يتقاضاها مسؤولون وضباط عن أكثر من خمسين ألف جندي وهمي فيما عرف وقتها بالفضائيين سوق العملة والنفط والكهرباء والصحة وحتى الكتب المدرسية والرشاة والاختلاسات كل ذلك بوب لشرعنة بناء زعماء الأحزاب والميليشيات ثروات ضخمة تقبع في البنوك الدولية أو أملاك في الخارج ونتيجة لذلك كله وصل العراق اليوم لضائقة مالية خانقة لا يقدر من خلالها حتى على إسعاف مواطنه المرضى ويسعى الآن للاقتراض كيف حدث هذا وكيف مر سؤال تكمن إجابته في وجوه حكام العراق الجدد أو صلاقح